السلام عليكم معاكم مسنيلي سعيد لو اول مرة تتابعوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا الفيديو زي جديدة اول باول ولو اعجبك الفيديو اعمل لايك اعمل شير الفيديو عشان الناس تستفيد معك النهاردة ان شاء الله هناخد منهة الناكت بلاس لجونيور وان وحناخد يونت تان تمام اليونت بانوان out and about out يعني في الخارج برة and about about يعني عنه او عليه تمام هاتكلم عن اماكن out برة وabout الاماكن دي عن الاماكن دي هنا بيقول لي what's the weather like today what's هنا الاباستروفي s دي اختصار is the weather طبعا التي ايش هنا وهنا منطوقة the فبيقول لي what's the weather like today today مش today يعني كيف هو الطقس او ما هو حالة الطقس today النهاردة والاجابة تبقى it's واكتب حالة الطقس فانا حاطتلي ايه rainy windy sunny hot cold cloudy تمام فلما حاتي يسألني what's the weather like اجاوب ازاي اولا انا هحزف what ويتبقى لي الاباستروفي is اختصار is with the weather the weather هاختصرها وحط مكانها it تمام هاختصرها وحط مكانها it لان the weather يعني الطقس والطقس ده شيء مفرد ومش boy ومش girl فيبقى it تمام يبقى what's the weather هشيل the weather وحط مكانها it واقول له it واعمل الكروس بتاعي احزف what واعمل الكروس واقول له it is ايه دي جاي مكان the weather it is واكتب حالة الطقس هو حطتلي هنا ايه ست حالات للطقس فقال لي rainy rainy يعني ممتر بصوه هنا اهي rainy ممتر windy windy يعني فيه رياح فيه هوا sunny مشمس sunny hot يعني حر cold يعني سقع cloudy يعني مغيمة فيها غيوم كتير فيه صحب ياما نقولهم تاني rainy windy sunny hot cold cloudy فلما حد يقولك what's the weather like today تقوله it is وحالة الطقس اللي قدامك it's rainy it's windy it's sunny it's hot it's cold it's cloudy وطلما تحب تتكلم انت بقى بتحب الطقس دو ولا ما بتحبوش فهتقول I like لو انت بتحبوه ما بتحبش هتقول I don't like فقل I like rainy days انا بحب الايام الممترة rainy days rainy days الايام الممترة are fun ممتعة I like hot and sunny days الولد بيحب الايام الايه الحر وشمو شمسة اللي فيها شمس we can play in the sun عشان بنلعب في الايه في الشمس بنلعب والدنيا شمس طيب يبقى اول حاجة لما اقولك what's the weather like today يعني كيف حالة التقس النهاردة هتقول لي it is وتحط حالة من الست حالات دول يجي سؤال تاني يقول لي what shall we do يعني انا بس انا بقولك it's rainy الدنيا بتشتي فهتقول لي what يعني ما او ماذا shall we do احنا المفروض نعمل ايه بقى لما نيجي نجاوب على السؤال ده هقولك let's و let's يعني هيا بنا ويجي وراها فعل infinitive مصدر verb infinitive في المصدر يعني بدون اي اضافات فعل ما يتحطلوش اي حاجة في اخره فهنا حطيت لي بص ايه قالي go outside go outside يعني نذهب للخارج نخرج يعني read a book read a book نقرأ كتاب go swimming go swimming نعوم نروح نزبح play a board game play a board game يعني نلعب لعبة في ورقة كده على لوحة زي لعبة سلم والتعبان لعبة بنك الحظ الالعاب اللي تلعب في لوحة اسمها play play a board game طيب play football play football يعني نلعب كرة قدم watch a movie watch a movie نتفرج على film تمام يبقى go outside read a book go swimming play a board game play football watch a movie طيب هنا لما اقول لك what's the weather like today النهاردة الجو عامل ازاي فانت قلتلي it's sunny دنيا مشمسة مين في دول نقدر نعملهم لما يبقى الدنيا مشمسة لما هو قال لك what shall we do طب نعمل ايه ايه في دول بقى ينفع يتعامل احنا ممكن نقول let's go outside تعالى نلعب بره طب let's play football تعالى نلعب كرة قدم أو let's go swimming طب نروح نعوم لان كل الحاجات دي ممكن تتعامل لما يبقى الجو hot أو sunny مشمس انما نفترض مثلا انا قلتلك what's the weather like today فانت قلتلي it's rainy الدنيا بتشتي فاقول لك طب what shall we do طب نعمل ايه مش معي مش هنفع بقى الدنيا بتشتي وانت تقول لي go swimming أو play football حتلعب في التين كده وما لقى تقول لي let's ويجو رافع في ال infinitive مصدر يعني بدون اي اضافات واقول لك مثلا ايه طب let's read a book تعالى نقرى كتاب let's watch a movie نلعب لعبة على اللوحة دي مثلا خلاص يبقى على حاسب حالة الطقس هتقول لي هنعمل ايه let's يجي وراها verb infinitive infinitive يعني مصدر يعني بدون اي اضافات ما حطتش حاجة في اخر جوة اهي ما فيش اي اضافات اتزودت عليها خلاص كده ودي كانت اول حاجة عندنا النهاردة طيب هنا بقى اعطيني الايه the four seasons كلمة seasons يعني فصول احنا عندنا اربع فصول في السنة مقسم لي السنة اربع فصول الفصل ثلاث شهور ايه هما بقى فصول السنة عندي اللي spring اللي هو الربيع spring الربيع الربيع ده اللي بتتفتح فيه اللي ايه الظهور والورد كله بيفتح وتلاقي ريحة الجو كلها ايه ورد summer ودي فصول الصيف اللي ايه بتبقى الشمس وحر وكده يعني fall fall وده الخريف اللي ورق ورق الشجر بيقع فيه ولو تلاقي الشجرة صفرت كده والورق بيقع ويدبقى كلمة winter winter اللي هو الشتاء fall فيه كلمة تانية لها اسمها autumn تمام autumn وfall اللي اتنين يعني الخريف طيب هنا اعطيني بيقولي ايه it's sunny الدنيا بتبقى sunny in ايه في السمر we go outside وبنخرج طيب it's cold الدنيا بتبقى cold فين قال لي في الوينتر عشان كده we play board games inside نلعب board games تمام تعالا نشوف هنا القطع دي نقراها كده بيقولي ايه احنا عايزين من الولاد ان بعد ما نقراها هو يحاول يقراها لحد ما يقراها صح الجزء ده بيعلم reading القرية i like spring انا بحب الربيع i go outside and play with my friends i go outside بخرج and play with وبلعب مع my friend's hobby i like fall انا بحب الخريف وعلموا الولاد ان الا لما يجو وراها l او double l بتتنطق o طبعا مش 100% لانا عندناش قواعد نطقة 100% في الانجليش تمام في exceptions دايما i like fall انا بحب الخريف too ايضا but it's windy ولكن الجو بيبقى هو i don't like winter ما بحبش الشت عشان it's cold الدنيا بتبقى ساعة my favorite season is summer favorite 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 season فاصلي المفضل هو الصيف because ايضا علشان i go to the beach انا بحب اروح الشاطئ i go swimming بحب عم فلما يقول لي play with friends في اللي spring طب go swimming summer امتى بيبقى cold في الوينتر windy بيبقى في الفول وبعدين يقول لي my favorite season السؤال ده لازم نحفظه اهو بصوا انا شعر حقولكو هنا لما حب اقولك انا بحب الفصل ده هقولك i like والفصل اللي انا بحبه spring summer fall autumn winter ما بحبوش هقولك i don't like ونحط الحاجة لانا ما بحبهاش i don't like مثلا winter ما بحبش رتا i don't like summer ما بحبش الصيف السؤال ده لازم نعرفه بيقول لي what's your favorite اي حاجة what is your favorite اي حاجة دي apostrophe as اختصار is لما يجيني السؤال ده اوحله احذف what واعمل cross me بين is وكل اللي بعد is بس خد بالك newer بتتحول في الاجابة وبتبقى my فقولك my favorite season او اي حاجة هنا هتكتب is واكتب الحاجة اللي انا اللي بحبه يعني انا بتكلم عن season الفصل فصل من فصول السنة فانا بقولك summer طب افرد قلتلك what's your favorite food اي هي اكلك المفضل هتقولي my favorite food is chicken مثلا طب what's your favorite sport اي هي رياضتك المفضلة هتقولي my favorite sport is football مثلا يبقى لما حدي يقولك what's your favorite season نحذف what ونعمل cross me بين is وكل اللي بعد is وما تنساش new في السؤال بتتحول في الاجابة تبقى why هنكمل هنا بقى اعطيني five senses الحواس الخامسة ايه هما الحواس الخامسة قالي sight sight لما تلاقي gh في نص الكلمة بتبقى silent gh في نص الكلمة بتبقى silent ولما يجي معها i الا i تبقى long فتقولها sight smell taste touch hearing hearing يبقى sight smell touch taste hearing تمام وناخد بالنا من حاجة لما استخدم can كان معناها استطيع لازم يجي وراء الverb infinitive مصدر يعني بدون اي اضافات فقولك ايه i can see انا قدر اشوف طبعا بتشوف بايه your eyes with my eyes تمام ودي اسمها sight see هنا ده الverb يعني يارى طب والاسم قالي sight الرؤية hear يسمع طب والاسم قالي hearing السمع smell ده verb يعني شم طب ولو لو اسم قالي هي نفس الكلمة smell الشم touch ده verb يعني فعل بمعنى يلمس وبرضو الاسم منها touch هي هي يعني اللمس taste يتزوق وبرضو الاسم منها taste التزوق تمام يبقى فيه كلمات بتيجي verb وبتيجي noun تيجي اسم وتيجي فعل وفيه كلمات لا هزي see بقت sight hear بقت hearing فمهم لما يجي can حيجي وراءها مصدر فقولك ايه i can see انا شايف مثلا اقول له trees i can hear birds i can smell i can touch grass العشب i can taste هادو ايه هنا water مثلا مية تمام هنا بقى بيقول لي ايه اعطيني جزء reading تاني اهو تعالوا نقرأ مع بعض بيقول لي reem went to the beach with her family reem راحت went to الجزء ده كله مكتوب in the past في الماضي والاسئلة جاي في present symbol مشاء الله يعني عمل لك collection مهم reem went went ده الماضي من go زهبت يعني to the beach الى الشاطئ with مع her family عائلتها it was sunny was الماضي من is it was sunny مش اقولك it is sunny طب كانت يبقى it was sunny reem ran into the beach onto sorry onto the beach ran الماضي من run جرت على الشاطئ onto the beach she saw a shiny pink shill شافت so الماضي من see shiny يعني لمعة pink bambi shill يعني صخرة sorry صدفة she picked it up هي picked it up شالتها رفعتها من الارض it was smooth smooth يعني نعمة and horrid وجمدة in her hand في اديها reem sat sat الماضي من sit sat down قعدت on the sand على الرملة she closed الماضي من close زودتلها دي closed قفلت her eyes عينيها she listened الماضي من listen يسمع it d silent listen حطنا لها id بقت listened ماضي سمعت to the waves waves دي pluraless يعني الامواج مامتها بتندعليها بتقول لها do you want a cake cream do you want a cake cream تحبي تغدي حتة كيكة يا ريم فالبنت قدت لها yes please شايفين الادب لما ماما تقول لك عايز كذا تقول لها ايوة من فضلك yes please ايوة من فضلك it smells delicious it smells delicious it احنا متفقين قبل كده في البرزن سيمبل ان مع هي وشي و it بنزود للverb s او es او i es صح قال لي it ادي smells it دي لها الكيك smells راحتها delicious بص معايا هنا ادي دي و ادي لي و ادي c i o es c i o u es نطق شس شس delicious c i نطق شر و ده ادي الاس delicious تمام طيب لما يقول لك وضز اي حد بيعمل اي حاجة يعني ماذا الشخص ده طبعا ضز الشخص ده هيبقى اسم حد اسم ولدة و اسم بنت يا اما هي او شي فيقول لك what does مثلا ريم وفعلي لازم يجي مصدر ليه يا ميز بقال لي عشان فيه does هنا ولما does تظهر الفعل يجي مصدر اذا والمكان في المكان ده بتعمل مين بيعمل اي في المكان ده فقول لك what does ماذا ريم بتعمل اذا مثلا هنا عطيني اهو مثال البيتش فيقول لي what does ريم سي ماذا ريم سي ترى اذا بيتش بتشوف ايه عالشاطق لما اجي حلو حلو ازاي قال لي بحذف what واحذف does وريم او اسم اي بنت احط مكانه she طب ولد ياميس احط مكانه هي فبيقول لي طبعا لازم تبتدي الجملة ان كابتال لتر ما ينفعش تبتدي بسمول فحقول she وانزل see بس انا حزفت الض لازم ازود s بما اني شيلت الض بحط ال s فقول she sees a shiny pink shell شافت ايه على الشاطق at the beach على الشاطق a shiny pink shell طب what does ريم hear at the beach سمعت ايه على الشاطق هنقول she hears سمعت the waves الامواج وشلت برضو what شلت الض وجبت hear وحطت لها s وريم بقت she يبقى she hears the waves what does ريم touch at the beach لمسيت ايه على الشاطق قال لي she touches عملت ايه قال لي شلت وات وشلت ض وحطت بدر ريم شي وبقى ما انا شلت الض حطت هنا es قال لي انا دايما لما لاقي الفعل بتاعي او بزود للفعل بتاعي اما es اما es es دايما بزود الverb es قال لي لو الفعل بتاعي اخر s sh ch o x طب هنا قال لي اخر ch بقى نزود له es قال لي لما اخر y وقبل y consonant حرف ساكن احذف y وحط i es خلينا ناول في ch بما ان اخيرة ch في زود الها yes يبقى she touches a shell لمست الصدفة what does riem smell شمت a at the beach هقول she smells شمت a cake كيك تمام نكمل هنا الفون احو اعطيني sound out out طبعا ده بيجي من الو مع ال u بيجي من الو مع ال w فقولك ايه زي cloud cloud out cloudy cow out cow cow بصوا shout out shout out out وكلمة out out نطق out نطق ايه out فنقول ايه cloudy cow shout out cow cloudy shout out look at the owl the cow is eating the grass don't shout ما تزععش نيجي للجزء ده عطيني شوية animals فبيقولي elephant elephant ادي الفيل والp h هنا منطق f lion asad camel 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 يعني جمال giraffe giraffe اللي هي الزرافة penguin penguin اللي هو البطريق monkey monkey ارد snake snake تعبان crocodile 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 اللي هو التمساح fox fox السالب turtle turtle أو ترو اللي اتنين صح turtle اللي هي السلحفة flamingo 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 اللي هو طائر flamingo parrot 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 اللي هو البغبغان اللي هو البغبغان يبقى elephant lion camel giraffe penguin monkey snake crocodile fox turtle flamingo وparrot وطبعا بما أنه هو أعطاني شوية animals فحيديني أجزاء جسم فعندي كلمة legs الرجلين أهمت feathers 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 دي بلورة لس السجم يعني ريش tail tail اللي هو الديل wing جناح teeth th وطلع فيها لسانك سواء الث أو الث teeth يعني أسنان أهمت وعندي neck رأبة neck ck منطقة k neck يعني رأبة نيجي للجزء ده بيقول لي it وحطت لي بعد إيه it's dangerous dangerous يعني خطير تعالوا نطقهمها بعض كده أدي كلمة danger وكلمة danger يعني خطر ولما زود OUS بقيت صفة dangerous adjective dangerous يعني خطير وطبعا it is بوصف بيها لو الحاجة دي مفرد حقول لك it is ولو جمع حقول لك they are فقول لك it's dangerous يعني التمساح ده خطير they are beautiful بنتكلم على مين على butterflies قال لي they are beautiful أو beautiful انتقوها زي ما انتوا عايزين اللي اتنين صح يعني جميلة they are tall طوال عشان هم اتنين فقال لي they are tall it's long and thin it's اللي هو التعبان ده او السناك long طويل and thin ورفية it has got a small head عنده رأس صغيرة it has got a small head and four short legs and four short legs عايزك تلاحظ حاجة معي الولاد الصغيرين انا عندي هنا apostrophe s وعندي هنا apostrophe s دي اختصار is ودي اختصار has افرق ما بينهم ازاي بالنسبة للاطفال الصغيرة سهل جدا هتلاقي بعد apostrophe s دي got يبقى دي اختصار has لو لقيت got بعدها يبقى دي اختصار has دي بقى has got يعني عندها او لديها انما لما تلاقي is apostrophe s من غير got يبقى دي اختصار is ده بالنسبة للصغيرين بس تمام يعلموها بدي طيب بصت كده معي لما حد يسألني السؤال ده ويقول لي what is it what is it انا هنا بسأل حاجة واحدة مفرد فقولك what و is و it ولما جا جاوب بحزف what واعمل cross وقولك it is ا او ان والحاجة المفرد اللي بتكلم عليها يعني it's a snake it's a camel it's a horse مثلا طب لو بسأل عن جامح هقولك what what are they what are they لشان ده جامع هم فاحزف ال what واعمل الكروس وقولك they are وحط الاسم الجامع اسم الجامع يعني اخره pluraless فقولك they are snakes they are camels they are elephants تمام طب عايزة اسأل عن مفرد ب is ولو ما اسأل ب is او ب are يبقى السؤال معناه هل وإجابته yes او no هعمل كروس ما بين اول كلمتين نقول تاني لو سألت ب is او ب are بقى السؤال معناه هل وإجابته yes او no بعمل كروس ما بين اول كلمتين فقولك ايه is it او انا حسب الصفة اللي انا باتكلم عنها هقولك dangerous مثلا هقولك yes it is او no it isn't اقولك طب انا بس انا بس انا عن جامع فقولك are they long هل هم طوال او thin مثلا فتقول yes they are او no they aren't ايوة او لا او طبعا ما تنساش ان no ما بتمشيش من غير not و not تكتب بطريقتين ياما عملها مختصرة كده isn't is in او اصرفي t ياما اكتبها مش مختصرة وتبقى is والوحدها not in o t تمام طيب نيجي للجزء ده بيقولي it's a long green crocodile thin long green crocodile اهو طيب it's a tall orange giraffe اهي يعني زرافة طويلة ولونها برتقيني it's a small brown monkey اردس وغير لونه بني اهو عندي pink small gray it's a big gray elephant gray يعني رمادي it's a pink flamingo لونه pink it's a small brown fox small brown fox وعندي هنا a big black ولا small black ant هنختار مين في دول big black ولا small black دي زغنانا دي ant نعم لا يبقى small black طيب a small pink ولا small blue ها لا دي small pink مش blue مش اذرق a tall brown ولا long brown snake اكيد long brown snake ده اكيد تعبان طويل long يجي هنا بيقول لي antaractica is at the south pool القر القر الجنوبية في القطب الجنوبي ماشي القر الجنوبية south pool في القطب الجنوبي وTH هنا بيطلع فيها لسانك it's very very cold دنيا ساعة جدا جدا there is ice all the time طول الوقت penguins live in antaractica والبطاريك بتعيش في ايه في القطب الجنوبي او في القارة الجنوبية ده سحارة سحارة قصدي سحارة desert ماشي اللي هي السحارة كبيرة بتاعتنا is very big كبيرة جدا and very very hot وحر جدا there isn't any rain ما في الشيطة خالص phoenix phoenix اصدي foxes phoenix foxes and camels live in the desert بيعيشوا في الصحراء اللي هو اللي هو الفوكس التعالب الفينيقية والcamels والجمال بتعيش in the desert قال لي it's very rainy it's very rainy الدنيا بتشتجامد in the amazon rain forest في الغابة المطيرة بتاعت الامازون اسمها amazon rain forest it's hot الدنيا حر تو ايضا monkeys aren't and parrots الارود والبغبغانات live in the rain forest بيعيشوا في الغابة الممطرة يبقى كده هو اعطني ثلاثة اماكن قال لي antaractica with the sahara desert و ايه وامازون rain forest ادي هي antaractica with the sahara desert with the amazon rain forest تمام طبعا طبعا احنا احنا هنحط كل واحدة في الحتة اللي بيعيش فيها فهنقول البيانجوين في الانتراكتك وال monkeys في الامازون rainforest والفينيك الفينيك foxes هيتبقى في صحارة desert احنا بكده نكون خلصنا unit 10 تمام نيجي الاخر حاجة هنا طبعا دي sunny windy rainy cloudy و انا بيقول this is a line مش giraffe اكيد it is dangerous اكيد ده خطير مش معقول isn't اكيد is بيكون مش مابيكونش this is a long green snake ده long green snake what is it ولا are they what is it it's a whale احنا كده خلصنا خلاص هنا 10 تمام يا رب بكون قدرت اساعدكم كام معاكم مسنيلي سعيد اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك تعملوا share للفيديو بفرح جدا بالcomments اللي بتسيبو هاي تحت الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس لو اول مرة تابعني ان شاء الله اكون ساعدتكم كام معاكم مسنيلي السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة